مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم DMC نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جمعة مباركة في شهر مبارك وصياما مقبولا وقرآنا مرفوعا ومقبولا وعملا متقبلا أسأل الله عز وجل أن يكشف الله عنا وعنكم الداء والبلاء والغباء إنه قريب مجيب الدعاء أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوحيد صفوفنا وأن يحفظ بقدرته جيشنا وأن يديم انتصاراتنا يا رب العالمين اللهم إننا سألك أن تحفظ رئيسنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللهم أمد له في عمره وبارك له في صحته وعافيته اللهم أمده بمددك وارزق عين رعايتك وافق لما في خير البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقنا خالصا وشفاءا يا ربنا من كل داء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدك شف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيد رسول رب العالمين صلي لهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من وقره وعلى من احترمه وعلى من رفع قدره إلى يوم الدين أما بعد حمد الله رب العالمين النهاردة تابعنا الحياة يعني هذه الأخبار التي جاءت إلينا بأن السيد الرئيس صلى أدى صلاة الجمعة في مسجد المشير والتقى بأستاذة قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة وأفضل شيء أنا الحياة سمعته في الموضوع دوت كله بقى طبعا بعد فرحتي بهذه المجموعة والثلة المباركة من رجال الوطن إنه تم اختيار أحد أعضاء فريق لعلهم يفقهون وهو الأستاذ الدكتور الشحات العزازي لأداء خطبة الجمعة في مسجد المشير أمام سيادة الرئيس حقيقة هذا تشريف إضافي لجامعة لعلهم يفقهون الحقيقة عندما يختار واحد من أعضاء الفريق لكي يقوم بأداء هذه الخطبة الهامة على منبر مسجد بأهمية مسجد المشير وأمام سيادة الرئيس وكبار قادة قوات المسلحة وهذا على يعني بمناسبة احتفالات العاشر من رمضان 1393 هجرية التي وافقت 6 من أكتوبر 1973 حقيقة هذا شرف ما بعده شرف بنهنئ أنفسنا ونشكر القيادات الدولة على ثقتهم في برنامجنا لأن الحقيقة البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بيحقق انتصارات تلوى الانتصارات كفاية بس عاوز أقول لكم بفضل الله الحلقات اللي فاتت دي كلها نزلت في جميع وكالات الأنباء العالمية في جميع الوكالات العالمية اللهم لك الحمد والمنا والفضل إشادة وتبيين وتوضيح ورد الحقيقة هذا كلام يعني يدل على فضل الله علينا في الفريق الذي يعمل في هذه القناة وفي هذا البرنامج بالذات ليهم كل الشكر وليهم كل التحية على هذا الجهد الخلاق العظيم ربنا الجزيم خير ويبارك فيه إنما تعالوا بقى